بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وفيض رحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعض أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ضروب الحياة ضرب اليوم عن ظاهرة ومرض من الأمراض الاجتماعية والطبية في نفس الوقت التي انتشرت في معظم المجتمعات في العالم ولا يخفى على عاقل أو أي إنسان مطلع أو أي إنسان مشاهد وملاحظ لمن حوله خطورة اللي بيسير واللي بيمشي في هذا الضرب هنتكلم اليوم إن شاء الله عن التدخين والمخدرات وليه اخترنا لاثنين مع بعض التدخين مع المخدرات يعني بالتأكيد التدخين يحتاج لا أقول لحلقة بل إلى حلقات يمكن برنامج خاص به لأن من ناحية الأضرار النفسية والأضرار الاجتماعية والأضرار الصحية والأضرار المادية طبعا وتأثيره على الفرد وعلى الإنسان وعمله وإنتاجه وعلاقته بالآخرين في أضرار كبيرة جدا سواء للتدخين أو للمخدرات وطبعا المخدرات بصورة أكبر وبصورة أفضع وبصورة أبشع لكن أردت من خلال هذا الربط أن أوضح وأن أبين أننا نكاد نجزم يعني أن ما في حد بيطعاطى مخدرات إلا وبتسبقها المرحلة اللي قبلها مباشرة اللي هي مرحلة التدخين يعني لا تجد أحد أبدا مرة واحدة يذهب ويطعط المخدرات يعني كأنه بيقفز على مرحلة التدخين لا بيأخذها مراحل مراحل درجة درجة بيترقى فالتدخين هو السلم أو هو الدرجة الأولى اللي بعد ذلك الإنسان ممكن أنه من خلالها يصل إلى الإدمان أو تعاطي المخدرات على الأقل طيب عايزين نعرف هذا أولا من الناحية الشرعية والدينية ثم بعد ذلك من الناحية النفسية والاجتماعية وتأثير هذا على الفرد وتأثيره أيضا على المجتمع التدخين ما في إنسان عاقل يقول أن التدخين رائحة طيبة بالعكس رائحة رائحة كريهة و رائحة خبيثة والله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم أحل لنا الطيبات و حرم علينا الخبائث في القرآن الكريم في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم الموجود بصفته الذي يجدونه بكتوبا عندهم في التوراة و الإنجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث إذن مبدئيا هذا النبي الأمي صلى الله عليه جاء من أجل أن يحل لنا الطيبات و أن يحرم علينا الخبائث فكل ما هو خبير سواء كان يؤذي في رائحته زي ما البشر و الإنسان بيتأذى الملائكة أيضا بيتأذوا الملائكة اللي بتكتب لك الأعمال سواء عن اليمين أو عن الشمال الملائكة اللي بتكون معاك و اللي بتحفظك و اللي بتحرسك الملائكة اللي بتكون متواجدة في بيوت الله لما تدخل للصلاة الملائكة اللي بتكون متواجدة في أماكن الذكر و حلقات العلم بتتأذى من الإنسان إذا كان البشر الإنسان لما بيصلي و بيكون جنب منه واحد مدخن ولا يهتم بنفسي ولا برائحته لأن في بعض الناس يعني بتحاول أنها تنظف رائحتها و يعني لا تؤذي غيرها يعني يقول لك يا أخي على أقل شيء إذا كان أنا أؤذي نفسي و أنا وقعت في خطأ ينبغي أن لا أؤذي الآخرين لكن هذا الأمر هذا الدخان يعني مما يصعب الاحتراز منه صعب جدا أنك تحترز منه و صعب جدا أنك تذهب رائحته فلما بتصلي جنب حد بتحس أنك بتتأذى مش جادر أنك تخشع في صلاتك ولا تركز في صلاتك لأن في جنبك رائحة غير طيبة تماما زي الإنسان اللي أكل ثوم أو أكل بصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصل فليعتزل مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم إذن المسألة هنا أنا بأخذ أول شيء من خلال التعامل مع الآخرين العلاقة البداية يا أخي أنا جاب لما بتكلم معاك وأسلم عليك أو المسلم عليك جاب لما بننطق وبنتكلم بنشم رائحة بعض بتلاقي الإنسان بشم رائحة اللي أمامه لو رائحة طيبة طلع منه مباشرة بتحس أن قلبه بينفتح لهذا الشخص ليه؟ لأن المظهر جمال المظهر وطبعا جمال المظهر من الدين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا جمال المنظر جمال الرائحة مما يفتح القلوب للإنسان حينما تتعامل معه فتخيل لما أنت تبدأ بشم رائحة غير طيبة منه رائحة كريهة أو رائحة خبيثة إيه اللي بيحصل؟ فيه نوع من الحاجز بيكون متواجد بينك وبينه فده أول شيء بيحصل من خلال تعاملك مع الآخرين لو تكلمنا عن حالك أنت عن نفسك الأضرار اللي بتأتي عليك من التدخين هنجد إنها أضرار كبيرة جدا هنعرف إن شاء الله تفاصيل بعض هذه الأضرار لكن خلونا نطلع مع تقرير نعرف من خلاله رأيكم في مسألة التدخين هل التدخين حرية شخصية؟ وهل تتأذى من التدخين؟ وهل التدخين بيضيع جزء كبير من وقتك ومن مالك؟ لأن طبعا المدخن بيقططع جزء من وقته والله والآن في دوام أو في عمل أو في كذا بيخرج مثلا خمس دقائق من أجل أن يدخن وثم يرجع مرة أخرى وفي بعض الناس بتظل لفترات أطول أو حتى بعد ما تنتهي من عملها أو من دوامها خلونا نسمع أراءكم حول هذا الموضوع ونرجع لكم مرة تانية إن شاء الله لا أنا شاف أن التدخين مش حرية شخصية خالص أنا شاف أنه هو بأضعف شخصية وبعض الشباب بيفكر أنه بيكمل شخصيته وده طبعا تفكير خاطئ يعني لو احنا قلنا أن التدخين حرية شخصية مثلا هضب لك مسأل على ذلك لو أنا مثلا بدخن في المنزل وعندي أسرة متكونة من ولد أو بنت أو زوجها فطبعا أنا لو قلت هنا أن هي حرية شخصية يبقى أنا بضول اللي حوالي طبعا ليس حرية شخصية أبدا التدخين ليس حرية شخصية لأن تدخين الأسجار دخان ويتعدى الشخص المدخن إلى شخص آخر قد يتأزى منه لا على أعتقاد ليس حرية شخصية لأنه حرم شرعا أهلا بكم مرة أخرى آخر شخص من اللي كان معنا في التقرير قال لك لا أبدا أنا لا أعتبر أن التدخين حرية شخصية لأنه حرم شرعا ويمكن يعني معظم لجان الفتوى أو المتخصصين الجهات الرسمية للفتوى في معظم البلدان الإسلامية أستطيع أن أقول أنها أجمعت الغالب منها أو أغلبها أجمعت على أن التدخين حرام شرعا فيه طبعا بعض الأراء تقول أنه هو مكروه ولكن هذه الأراء معظمها كانت أراء قديمة قبل ما تظهر آثار وأعراض التدخين وأضراره اللي بتصيب الإنسان وكم الأمراض اللي ممكن يتأذى الإنسان بها عند إدمانه على التدخين مبدئيا طيب المسألة هل التدخين حرية شخصية؟ يعني فعلا أنا من حق أن أنا أدخن أنت ربنا خلقك حر محدش يقدر يرغمك على شيء أنت لا تريد أن تفعله إذا كان أصل الإيمان نفسه حرية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن الحرية الشخصية اللي أنت بتقولها تقول والله أنا حر أؤمن لا أؤمن أصلي لا أصلي في رب هو لا يحاسبني أنت مش حاسبني منطق بعض الناس تتكلم به لكن حينما يتعدى الشيء اللي أنت بتعمله إلى إيذاء الآخرين هل من الممكن أن نسمح وأن نقول أن هذه حرية شخصية؟ يعني أنت في مكان الآن الشخص اللي بيدخن أثار التدخين هذا الدخان هذا بيذهب للآخرين وعلى فكرة الأطباء بيقولوا أن المدخن السلبي الضرر بيكون عليه أكبر من الذي يقوم بالتدخين التدخين السلبي ضرره أكبر يعني في بعض الناس مثلا بتجلس في جلسات فيها مدخنين يقول لك لا أنا بدخنش المشكلة أنه من الناحية الصحية ومن الناحية الطبية الضرر بيكون عليك أكبر أكبر من مين؟ أكبر من هؤلاء فإذن لو أنا قلت أنه حرية شخصية طب حرية شخصية لو أنت بعيد عن الناس ده أول شيء شيء ثاني هل جسمي ملك لي عشان أقول دي حرية شخصية؟ يعني إيه؟ يعني هل من حقي مثلا أن أجي على أحد أصابعي وأقطعه و أقول والله أنا حر؟ العلماء اختلفوا اختلاف كبير جدا في مسألة التبرع بالأعضاء أو نقل الأعضاء و قسم كبير منهم رفضوا هذا الأمر مطلقا و كان سبب الرفض إيه؟ يعني بعد ما ما الأطباء يحكموا بأن نقل هذا العضو لن يؤثر على الإنسان و كذا و كذا يعني يعطوا كل الضمانات الطبية أيضا في علماء حرموا هذا الأمر ليه؟ لأنه نظر للمسألة باعتبار أن الجسم هذا ليس ملكك أنت مجرد إنسان مؤتمن عليه و مستخلف فيه فلو ألقت بنفسك للتهلكة يعني أضرد جزء من جسمك أنت بذلك غير أمين على الأمانة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياك يعني الصحة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك أمانة و ستسأل و تحاسب عنها و لذلك يؤتى يوم القيامة برجل الرجل هذا الذي قتل حتى استشهد فيقول الله له عبدي ألم أنعم عليك و أعطيك الصحة و القوة؟ أنا أعطيتك جسم و أعطيتك صحة و أعطيتك قوة يقول بلى يا رب ربنا يقول له فيما استخدمتها؟ يقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت فربنا سبحانه وتعالى يقول له كذبت إنما قاتلت ليقال شجاع و ليقال جريء و ليقال مقاتل هذا رجل كان منافق يرائي يعني يعمل من أجل الناس من أجل الرياء و السمعة و الشهرة بين الناس بنستخلص بنأخذ إيه؟ أن الجسم ليس ملكا لك على الحقيقة أن من حجك أنك تتصرف فيه و أنك تعمل فيما تشاء يعني إذن أي شيء أنا أشربه أو أكله يؤذي جسدي هو حرام لا يجوز لك أن تفعله لأن الجسد ده أمان عندك و الجسد ستحاسب عنه و تسأل عنه أمام الله سبحانه و تعالى إذن أنا أتكلم من الناحية الشرعية و الدينية إن أمان عندك يا أخي حتى من الناحية الحياتية شوف أغلى نعمة في الدنيا هي نعمة الصحة لذلك بيقولوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى أنت الآن لا تدرك القيمة لأنك ما زلت في عنف و أن شبابك ما زلت في صغرك ما زلت في قوتك جادر أنك تتحرك و تروح و تيجي فأنت مغرور بهذه الصحة لكن المشكلة لما تكبر لما يتقدم بك العمر و تجد نفسك غير قادر على الامتناع عن هذه العادة السيئة التي دومت عليها و اعتدت عليها عادة التدخين و أنا لا أسمي أبدا لا أميل أبدا إلى القول بأن التدخين هو إدمان هو عادة و الإنسان عنده مقدرة مع إن يعني صعب طبعا أن المسألة تأتي عند بعض الناس أنها تقلع مباشرة عن التدخين إلا أن لو في قوة عزيمة و رغبة و إصرار من الإنسان يستطيع و نماذج كثيرة و أعرف نماذج شخصيا بعض الناس سبحان الله فجأة يقول لك أنا تركت هذا الأمر خاف على صحيته البعض الآخر لما يعرف إنها حرام يقول لك خلاص أنا تركته لله و يدعي ربه إن ربنا يثبته على هذا الأمر فإذن المسألة ليست حرية شخصية بإن أنا أفعل ما يحل لي جسم أمان عندي يعني إيه يعني كل عمل أنت بتعمله الآن و بيدر جسمك أو سيدر بجسمك في المستقبل ستسأل و تحاسب عليه أمام الله ده بخلاف طبعا يعني الأمراض اللي ممكن الإنسان يصاب بها أو تنتشر في جسد يقول لها نحكي عنها إن شاء الله لكن أهم شيء إنك تعرف إن المال اللي في إيدك هو عارية عندك و أنفقه مما جعلكم مستخلفين فيه الجسم و الصحة التي أعطاك الله إياه هي نعمة من الله سبحانه و تعالى عليك و هو أمانة هذا الجسم أمانة و هذه الصحة و ديعة من الله سبحانه و تعالى عندك ستسأل و تحاسب عليها في شخص يعني معنا طبعا هل تتأذى من التدخين هل في شخص لا يتأذى من التدخين حتى المدخن نفسه يتأذى من التدخين حينما يدخن شخص بجواره الشخص اللي بيدخن نفسه لو كان الآن لا يدخن و في جواره شخص بيدخن هو بيتأذى فما بلك بالشخص اللي لا يقبل هذه الرائحة أو لا يحبها يعني لازم الإنسان يكون عنده رقي أكبر عنده احترام أكثر للآخرين تقدير لمكانة الناس محاولة عدم إيذاء الناس انتوا عارفين و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا مسئولية كبيرة جدا إنك تئذ غيرك الله سبحانه و تعالى أوجدنا في الدنيا من أجل أن نتكامل مع بعضنا البعض و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا لا لتؤذوا بعضكم البعض فمسألة إن الشخص بيتأذى نعم بيتأذى حتى و إن كان حتى من المدخلين أيضا بيتأذى يعني ينبغي إن الإنسان يكون عنده ذوق في التعامل أولا يبتعد ثم بعد ذلك يا أخي اتق الله و تركها لله سبحانه و تعالى و أدعو الله سبحانه و تعالى إذا كنت مبتلى بها و مشكلة التدخين كمان إنه بيضيع من وقتنا الكثير و الكثير و بيضيع من مالنا الكثير و الكثير خاصة بعد ارتفاع الأسعار و محاولة المسؤولين رفع سعرها حتى يمتنع الناس عنها حتى يدرك الناس إنها تأخذ جزء فعلا كبير من دخلها فيبدأ الناس تفكر تبدأ الناس فعلا تشتغل بعقلها أنا بستفيد إيه أنا لما أنفق جزء كبير من مالي على التدخين على مجرد دخان فقط إيه الفايدة اللي أنا بستفيدها فيبدأ الإنسان حتى و إن كان سيتخلص منها تدريجيا إلى أن ينتهي كلها محاولات طب المشكلة كمان مش في مجرد انفاق المال و بس لأن شخص يقول لك يا إخوة والله الحمد لله أنا دخلي كويس مش هيأثر معايا إن أنا أشتري مثلا علبة ولا كرتونة ولا ما مشكلة عندي أشتري طيب أنت ما تعرفش إن قدمك لن تتحرك و لن تزول من مكانها يوم القيامة إلا إذا سئلت عن مالك من أين اكتسبته و فيما أنفقته هتقول لربنا يا رب أنا أنفقته على التدخين مسئولية كبيرة و أقول لكم إيه موقف صعب الواحد والله يستحي أن يقف أمام الله و يقول له ذلك نسأل الله أن يعافينا اللهم أمن يا رب اسمحوا لنا نطلع فاصل و نرجع لكم مرة تانية إن شاء الله أهلا بكم مرة أخرى إذن قبل الفاصل كنا تكلمنا على مسألة هل التدخين حرية شخصية بلنا ما ينفعش يكون في حرية حينما تؤذي الآخرين ما ينفعش تكون حر في أمانة عندك الأمانة ليست ملكك أنت حر في ما تملكه ملكا حقيقيا في شيء أنت بتملكه ملك حقيقي فعلا أنت حر فيه إنما لما يكون شيء ستسأل و تحاسب عنه أمام الله يبه هو مجرد أمانة أو وديعة عندك فإزاي تيجي تقول لي والله أنا حر أنا أعمل كذا أنا أسوي كذا مسئولية و أمانة أمام الله سبحانه و تعالى يوم القيامة كنا بنتكلم كمان على مسألة التدخين بضيع طبعا المخدرات دي يا شبابنا و يا أهلنا المخدرات دمار المخدرات يعني لا يكاد يوجد إنسان عنده ظر من عقل و يبرر لا أقول يعني تعاطيها مثلا بل حتى إنك تفكر إنك تضعطها لأن ضرر المخدرات لا يقارن بأي ضرر آخر حتى الخمر حتى الخمر المخدرات أصعب وأشد وأضل سبيل لأن الإنسان اللي بيشرب خمر فيه مقدرة أنه هو يتعافى منها إنما اللي بيتعاطى المخدرات المسألة بتكون أكثر صعوبة أكثر صعوبة يعني الفرق بين الاثنين من 15 إلى 85% ممن عندهم القدرة على الامتناع يعني اللي بيتعاطى الخمر في 85% منهم عنده المقدرة على الامتناع عن الخمر 85% إنما اللي بيتعاطى المخدرات 15% فقط هو اللي عنده المقدرة أو العزيمة أو الرغبة أو القدرة شايفين الفرق؟ يعني كارثة مخدرات دي كارثة أولا النبي عليه الصلاة والسلام جلنا عن الخمر إنها أم الخبائث أم الخبائث يعني أساس كل الخبائث الموجودة طبعا القصة المشهورة في الحديث اللي روع عثمان بن عفان رضي الله عنه إن كان في من كان قبلكم رجل عرض عليه أن يزني بمرأة أو أن يقتل صبيا أو أن يشرب الخمر فالرجل فكر بين دا و دا و دا و جالك والله أزني بمرأة صعبة طب أقتل نفس محرمة خمر أشرب شوية خمر والموضوع انتهى فشرب الخمر فسكر لما سكر قتل الغلام و زنب المرأة فارتكب كل أنواع الفواحش اللي أمامه الممكنة لذلك يا أم الخبائث كل اللي يقترب منها داخل تحت اللعن ملعون مطرود من رحمة الله الكل اللي بيدخل في إطارها لعنة من الله و من رسول الله صلى الله عليه وسلم طب المخدرات ما في فرق بينها و بين الخمر من ناحية النتيجة نفسها بل نتيجة المخدرات أصعب يعني إيه طبعا ما عندي نص في القرآن أو في السنة بيقول أن المخدرات حرام لأنه دا من الأشياء الجديدة بس في عندي حاجة اسمها القياس يعني إيه القياس إنك تلحق فرع بأصل في الحكم لوجود علة مشتركة بينهما يعني أنا عندي أصل اللي هو الخمر و عندي فرع اللي هو المخدرات فبق بجيب حكم المخدرات و أسقطه على نفس حكم الخمر لأن العلة مشتركة بينهم هنتكلم عن دا بالتفصيل بس خلونا نطلع مع تقرير للدكتور نادر ياغي المستشاري النفسي و الأسري و اللي بيحدثنا إن شاء الله حول التدخين و المخدرات و نرجع لكم مرة تانية التدخين و المخدرات في نقطة مهمة عشان المشاهد يفهمها ما في عنا شيء ينفي أنه أي شخص أد من المخدرات إلا غير عن طريق التدخين يعني ما في شخص بدايته كانت مباشرة مع المخدرات هذه ممكن تكون نسبة قليلة فإذن الآن هي مرحلتين متواصلتين أو ممكن تنقل الشخص المدخن إلى مرحلة الإدمان المخدرات ما حتكلم يعني من ناحية المشاكل الصحية التي تحدث مع الشخص المدخن أو الشخص المخدرات اللي بيمد من المخدرات لأنه كلها هيتنا طبعا إحنا عارفين ما هي مدارها الصحية بدليل أنه حتى نفس الشركات التدخين أجبرت على أن هي تكتب أن هي ما هي مضرة بالتدخين مضرة بالصحة مضرة أنه كمان توصل لمرض السرطان والأشياء هذه لكن خلينا أفرجيكم السلوك اللي يحدث كسلوك فيسيولوجي وسلوك أنا الآن مع التواصل مع المجتمعات الآخرين أنا حتى في الشخص المدخن لأنه أي نوع من أنواع التدخين دائما في عنده ريحة وهذه الرائحة توصل إلى رائحة كريهة بتخليني في بعض الأحيان ينفر مني الشخص اللي ممكن يكون جالس جنبي أو حتى الشريك الحياة في بعض الأحيان بيكون الشريك الحياة اللي معايا ممكن ما بيحب هذا النوع من التدخين وبيرفض هذا الشيء وللعلم بيصير في بعض الأحيان انفصال عن طرف الآخر تعالوا نشوف المشاكل اللي بتحصل فيها اللي احنا بيسكميها مشاكل صحيح العلاقة بعلم النفس الأشخاص اللي بيكون عندهم نسبة التدخين عالية جدا أو اللي طبعا بيوصل لمرحلة المخدرات بيصير في علاقته الزوجية أو في علاقته الشخصية إذا كانت امرأة ورجل احنا بيسميها العلاقة الخاصة أو العلاقة الحميمية كمان للأسف بتصير فيها علاقة فاشلة لأنه نتيجة الإدمان نتيجة التدخين للنسبة العالية أو نتيجة موجودة المخدرات هو بيهيئله للأسف كمان في نقطة ناس تفهمها خطأ في المخدرات في بعض منها حبوب أو في بعض منها أنواع منها تأخذ عن طريق الإبرة أو تأخذ عن طريق التعاطي عن طريق السجاير في ناس للأسف تروج لإلها أنه بيقوله أنه بالعكس تعطيك نشاط جيد تعطيك نشاط في المذاكرة تعطيك نشاط في العلاقة الزوجية كل هذه الأشياء وقتية عشان نكون واقعيين بالفعل عشان نكون صريح ممكن تعطيك نشاط لمدة يوم أو أسبوع أو حتى المكسيمم لشهر وبعد ذلك لأن هي بتكون عاملة زي السيارة راح نسميها الشباب حيفهموها أكتر السيارة بيكون فيها تزويد على المطور هو أصلا مطور السيارة بيتحمل 6 سلندر بيعطيها تزويد وتربو ما بعرف تصير 12 بيعطيها بنزين يعني يغير في نوع خلطة البنزين عشان تصير سرعتها أسرع كبضي ما حتتحمل هذه نفس هو موضوع المخدرات أنت كجسد هو ممكن يعطيك قدرة معينة كذحصان فترة معينة لأسبوع أو لشهر بعد ذلك للأسف كل هيتم حيوصل يصير جسمه هزيل ويصير هو المخدرات اللي تستطيع تسيطر عليه هو مش يسيطر على المخدرات فلذلك نصيحة التدخين أو المخدرات نهايتها في الآخر سيئة جدا على صحتك بدايتها بتكون جميلة مبهرة ولكن في النهاية هي بتدمر صحتك وما حتستفيد منها أي شيء شكرا جزيلا للدكتور نادر ياغي على هذه المعلومات الطيبة وهذه الإطلالة سواء من الناحية النفسية أو من الناحية الاجتماعية فيما يتعلق بخطر التدخين وخطر المخدرات على الأفراد إحنا كنا يعني كنا بتكلم جبل ما نطلع مع تقرير الدكتور نادر ياغي عن إن المخدرات أصعب وأشدت في التأثير من الخمر والخمر هي أم الخبائث يعني شوف تخيل أن أساس كل الخبائث اللي ممكن تحصل بسببها الخمر ولما يكون فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى لمن يطعطاها أو لمن يشربها أو لمن يبيعها أو لمن يعصرها أو لمن يشتريها وربنا أمرنا بإن إحنا نجتنبها مش أمرنا أن إحنا ما نشربهاش لا جل اجتنبوها إزاي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يعني لا تقتربوا منه أحيانا شيء ممكن يكون محرم عليك إنك تشربه لكن يجوز لك بطريقة ما بأي طريقة إنك تستخدمه بس من غير ما تشربه إنما في الخمر ربنا جل فاجتنبوه ما يتعلق بها طب المخدرات أصعب وأشد لأن إذا كانت الخمر بتذهب العقل لبعض الوقت فالمخدرات بجانب إنها بتذهب العقل هي تفسد العقل أيضا بجانب كمان إنها بتفسد البدن وتفسد الجسم الإنسان اللي بيكون تحت تأثير المخدر بيكون على استعداد لأن يبيع أي شيء دينه عرضه أرضه وطنه وكثير من الأعداء ما استطاعوا إنهم يصلوا لأفراد مثلا من أي مجتمع من المجتمعات إلا يا إما معروف على فكرة كثير جدا يتكلم عنه يقولك يا إما عن طريق المخدرات يا إما عن طريق النساء يا إما عن طريق المال ففي بعض الأشياء المخدرات أختارها لأن الإنسان اللي بيبتلى بهذا الأمر وبيمشي في هذا الطريق أو بيسير في هذا الضرب عليه أن هو ينتبه لذلك ينبغي علينا أصدقائنا اللي إحنا بنشوفهم أولادنا طبعا الأساس أول ما نحس بأي تغير سواء في صحتهم سواء في استيعابهم في قدراتهم في الخطاب نفسه في الكلام معهم في تركيزهم لازم نكون متابعين لهم لأن أنا مش عارف إيه اللي ممكن يحصل والآن أصدقاء السوء ممكن يعطوا للإنسان أو يغضوا بإيد الإنسان من أجل أنه يمشي في هذا الضرب وفي هذا الطريق من غير ما يعرف وكثير من أبنائنا للأسف تحس أنهم سزج يعني إيه يعني طيبين زي ما بيقولوا ليه لأن أولادنا بنحاول نربيهم على المثالية يعني لازم نكون حارصين جدا على أولادنا ومهتمين بيهم ومتابعين لهم عن باقي أضرار المخدرات وأضرار التدخين هنعرفها إن شاء الله بس بعد فاصل قصير أهلا بكم مرة أخرى إذن ما زلنا مستمرين معكم وحديثنا عن التدخين والمخدرات طبعا يعني إحنا قلنا إن المخدرات خطرها أشد وأكبر من الخمر بالتأكيد من التدخين يكفي إن المخدرات تفسد جسم الإنسان من ناحية عدم مقدرة الإنسان على التعاطي مع الأشياء العادية والطبيعية التي يتعاطى بها الآخرون لأنه بيحس بحالة ضعف وحالة وهن كبيرة جدا في جسده لأن أول ما الإنسان بيبدأ على تعاطي هذه المواد المخدرة بيحس في الأول بنشاط وطاقة هذا النشاط وهذه الطاقة بتكون طاقة كاذبة وبيكون نشاط خاطئة يعني إيه؟ يعني مزيف يعني الإنسان بيكون عنده إحساس بأنه هو نشيط لكن هو في الحقيقة غير نشيط طبعا عن طريق الإفرازات اللي المواد اللي الإنسان بيأخذها والدماغ بيفرز المادة اللي بتيجي عن الإنسان أكثر طاقة وأكثر نشاط لمرحلة مؤقتة وبعدين الإنسان بيبدأ يتعاطاها فإفراز المادة اللي في نوخ الإنسان بتقل فيبدأ الإنسان يزيد من الكمية اللي بيتعاطاها من المواد المخدرة عشان يزيد من الفاعلية لحد ما يوصل الإنسان لمرحلة أنه بيتعاطى كمية كبيرة وأصبح تأثرها كأنه غير موجود في الحالة دية إيه اللي بيحصل بيبدأ يبحث عن نوع آخر نوع أقوى على أساس أنه هو يعطيه النشوة الزائفة أو اللذة الكاذبة اللي هو بيتمنها واللي هو بيبحث عنها فده بيؤدي إلى إفساد العقل ضرر كبير جدا في العقل خلايا من العقل وهذه الخلايا غير متجددة لذلك أنت بتلاقي الإنسان مثلا مدمن الخمر تحديدا ومدمن المخدرات بينسى وأمور كتير هو غير مدرك لها لإن الخلايا الموجودة في الدماغ عن هذه الأجزاء تحديدا ماتت معطلة كلية انتلفت وهي خلايا لا تتجدد يعني مش معنى أنها تلفت مثلا يعد بناءها مرة تانية لأي الأمر انتهى فممكن أنه يصب بجزء من النسيان اللي بيسموه جزء من الزهيمر طيب كل ده جاملين من إدمان الإنسان على تعاطي المواد المخدرة وهو لا يشعر وهو لا يدري دورنا دور كبير جدا 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 ومسؤوليتنا والأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى أوكلها لنا أمانة عظيمة وأمانة كبيرة المخدرات يا مضمرة بيوت شباب ما شاء الله في منتهى الصحة وفي منتهى القوة وفي منتهى الجمال والشكل الطيب والمنظر تحولوا إلى أقول لكم إيه هياكل جسدية أمامكم مجرد شكل ومنظر لجسد إنما أنت لما بتشوفه بتحس أنه مش جسد حقيقي بتحس أنه مش إنسان حقيقي بتحس أنه كأنه هيكل أمامي فقط الشخص ده كان في البداية متفوق كان رياضي ناجح مثلا كان عضو فعال في المجتمع وكان بيساعد الناس وبيقف دايما في خدمتهم من بعد ما مشي في هذا الضرب وفي هذا الطريق الأمر انقلب بالنسبة له وتحول وبقى إنسان آخر فهو خسر نفسه أسرته خسرته والمجتمع كمان خسره بسبب إيه بسبب هذه المواد اللي بالتأكيد في أعداء لنا بيحولوا إنهم يفسدوا بها وخص شبابنا لذلك دورنا كبير ومسؤوليتنا عظيمة إن احنا نلاحظ ولادنا ونركز ونشوفهم ونتبعهم مسئولية هنتسيل عنها أمام الله كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته كل أب في بيته مسئول عن أولاده لازم تتبعهم ما ينفعش حد يكون بتكلم معايا ويقول لي والله وعندي الولاة طب في صف كام يفضل دجيجة جفتين ثلاثة وربما يسأل عشان يقول لي وفي صف كام في سنة كام هي دي المسئولية هي دي الأمانة هذه طريقة الحفاظ على الأمانة اللي ربنا أوكلنا إياها معجولة يعني ابني يكون بيعمل هذا العمل وحتى أنا مش عارف ومش داري كما يقولون يعني إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمه ففي مسئولية كبيرة طبعا معانا لسا باقي نقاط ويمكن أنا تحمدت أن أنا أجي لها لأن في أسئلة وردت منكم للبرنامج عن هذه النقاط خلونا نطلع ونشوف أسئلتكم ونرجع مرة تانية عشان نجاوب عليها إن شاء الله ما هي أضرار التدخين والمخدرات على الفرق؟ سؤالي بخصوص هذه الظاهرة ما هي الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة المجتمعية؟ ما هي الحلول التي يمكن إيجادها؟ من أجل إيجاد حل أو التخفيف من أضرار هذه الظاهرة؟ سؤالي يقول ما هي الطرق للتقليل من عادة التدخين السيئة؟ سؤالي ما هو دور الأسر التربوية في توجيه ومراكبة الأبناء في المدارس وخاصة جيل الشباب؟ أهلا بكم مرة أخرى إذن الأسئلة تنوعت ما بين أضرار التدخين والمخدرات وهي الحلول المقترحة إزاي نتصدى ونحارب هذه الظاهرة والبعض تكلم طبعا عن دور الأسرة طبعا بالنسبة للأضرار إحنا تكلمنا وقولنا أنه في أضرار على المخ وفي أضرار على الأعصاب اللي على فكرة يعني سبحان الله الإنسان المدخن الشره مخه بيتأثر لأن مادة النكتين هذه اللي بتعطي للإنسان نوع من ربما السعادة الزائفة أو نقدر نقول النشوة المؤقتة بتؤثر على الخلايا الموجودة في المخ الموجودة في الدماغ وبتؤثر على أعصاب الإنسان ده بجانب أن أكثر سبب لأمراض القلب هو التدخين يعني كثير من الأطباء بيقولوا أن معظم من يقومون بعملات التدخين أغلبهم أكثر من 90% منهم مدخنون يعني إذن الاستعداد للإصابة بأمراض القلب بيكون أكثر عند المدخنين من الناس العاديين والناس الطبيعيين كمان سبحان الله المخدرات والتدخين هي سموم نيكوتين وقطران وأشياء وطبعا بتشوفوا موجودة على العلبة إيه والنسبة الموجودة فيها سموم داخلة في جسم الإنسان يعني بيقولوا أن أربع قطرات من النيكوتين لو حقنت بها حصان لو حقنت بها فرص لمات في لحظة أربع نقطة 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 من هذا النيكوتين اللي الإنسان بيطعطاه وليل الإنسان بيشربه لو حقن بها حصان لمات الحصان وبعض الدرسات بتقول لو جمعنا المواد السامة الموجودة في السجائر أو المواد التي تدخن وأخذها أو حقن بها كل البشر سيموتوا انتم متخيلين؟ لكن فكرة التعاطي أن القتل هذا أو الموت هذا بيتم على مراحل أنا عندي أكتر سبب من أسباب الموت هو حوادث السيارات من أكتر الأسباب وإحنا نتكلمنا لو تذكروا حلقة الأداب المرور والأعداد الصعبة جداً اللي موجودة في العالم أكتر من مليون ونصف تخيلوا إن أكبر سبب من أسباب الوفاة في العالم اللي هو حوادث السيارات التدخين ضعف حوادث السيارات بسبع أضعاف يعني اضرب الرقم اللي طالع مليون وخمسمائة ألف في سبع عدد اللي بيموتوا بسبب التدخين طيب التدخين لكل سموم أنا عندي فيه جهاز في الجسم اسمه الكبد ربنا سبحانه وتعالى جعلوا عبارة عن مصفاه لكل أنواع السموم الموجودة في الجسم الكبد ده بيقوم بأكثر من تسعين وظيفة في جسم الإنسان وكلها بتتمحور حول تنقية الجسم من السموم الموجودة فيه طيب لما زود كمية السموم الموجودة مش ده بيعمل عبء وثقل على الكبد في العمل طيب إيه اللي بيحصل بيؤدي ده بعد كده التلايه في الكبد والإصابة بمرض في الكبد والعياذ بالله فإذن عندي أمراض من ناحية الدماغ والمخ عندي أمراض في القلب لأنه بيعمل معظم الجلطات اللي بتحصل التصلب اللي بيكون في الشرايين ما هو بيجي على فكرة بسبب التدخين قلت لكم إن دكاترة المتخصصين في عمليات القلب المفتوح هم نفسهم حتى بدون إحصائت ودراسات بيقول لك إن معظم اللي بيجوا ونجري لهم عمليات جراحية أو عمليات قلب من ناحية مثلا قسطرة أو حتى عمليات قلب مفتوح تغيير صمام أو شريان أو كذا كل هؤلاء أو أغلب هؤلاء أكثر من 90 جميع منهم من المدخنين لأن التدخين هو اللي بيعمل تصلب في الشرايين طبعا ده المخدرات أصعب وأضل سبيل فإحنا بتكلم على الأضرار ففي عندي أضرار صحية جسدية بتصيب الإنسان وفي عندي أضرار اجتماعية لأنه بالتأكيد بيؤثر على داخل الإنسان ولما صحة الإنسان بتتأثر قدرته على التواجد مع أولاده قدرته على تأدية دوره في داخل البيت بتكون أقل فبيؤثر عليه من الناحية الاجتماعية وتجد أن الشخص دائما منعزل بيبتعد عن الناس هو عايز يكون مع نفسه لأن أصبح مصدر السعادة عنده أو مصدر الشعور باللذة عنده أصبح في أنه يدخن أو أنه مثلا يتعاطى مادة من المواد المخدرة بعيدا عن الناس خلاص ما لي رغبة في الناس لا أريد أن أتعامل معهم وبيعيش كأنه عيش في عالم افتراضي بعيد في حالة وهم في حالة انعزال وفي حالة انقطاع عن الناس فكثير من الناس أول ما تحس أنه ينعزل بينعزل أو أنه يبتعد عن الناس لابد أنك تراقبه لابد أنك تسلط الضوء على شوية مش جزي تراقبه تتجسس عليه لا تتابعه تتابع حالته على أساس أنه إذا كان فيه خطر وإذا كان يحتاج إلى مساعدة لابد أن تمد له يد العوني وأن تساعده يعني دي كانت بعض الأضرار الإنسان بتعود عليه من خلال التدخين أو من خلال تعاطي المخدرات فيه هل هناك بعض الحلول للحد من هذه الضائرة أو للمحاربة طبعا فيه عنده حلول للتدخين وفيه عنده حلول للمخدرات أول حلول للتدخين التوعية بصورة أكبر بأضرار التدخين يعني الحمد لله فيه نشاط كبير جدا موجود وفيه حملات كثيرة جدا للتوعية بأضرار التدخين لكن محتاجين أكثر ومحتاجين تنويع ومحتاجين ابتكار بصورة أكبر وبصورة أعمق على أساس أن احنا نلقي الضوء بصورة أكبر محتاجين أن تكون فيه حملات خاصة لأولادنا الصغار لأن على فكرة اللي بيبدأ يدخن من أهم الأسباب اللي بتلجي أي إنسان للتدخين أو حتى لتعاطي المخدرات حب الاستطلع والاستكشاف أنا عايز أستطلع عايز أشوف أحيانا بيكون إثبات للذات وإثبات للنفس لأنه وشايف اللي أكبر منه بيدخنه طب عشان أكون كبير زيهم عشان أكون رجل ينظر إلي نظرا أن أنا كبير وأن أنا أصبحت كبير لازم أدخن فلما أدخن أبدأ ألفة الأنظار إلي فالكل يتكلم يقول يا ده فلان ده كبر ده صار بيعمل كذا ده صار كذا وفي عندنا بعض عادات سلبية أنه ممكن تحصل أولاد بيجدوا أهلهم بيدخنوا فيدخنوا طبعا من وراء أهلهم أهلهم لما يعرفوا لا ينكروا هذا الأمر بل يطنشوا كأن الأمر خلاص ما إحنا بندخن وفي بعض المجتمعات مش هقول مجتمعات غربية لا عربية وإسلامية التدخن عندها عادي جدا ومش للرجال وفاقت لا ده وحتى للنساء كمان وعلى فكرة كان من ضمن الدراسات لو تذكروا لما كنا بنتكلم عن مخ الرجل ومخ المرأة كان من ضمن الدراسات اللي جالت أن معدل سن المرأة بدأ في النقوص أنه يكون أقل وكان معروف أن معدل سن المرأة بيكون أكثر من معدل سن الرجل بعشر أعوام يعني معدل الحياة يعني معدل العمر بدأ المعدل يقل ليه لأن المرأة أصبحت تتبنى قيم الرجال وكان من أهم الأشياء اللي أدت إلى النزول أو تقليل معدل أعمار النساء بعض العادات السلبية السيئة زي التدخين وزي تعاطي المخدرات فالرجل ربما يكون جسمه أقوى نوعا ما أو أكثر قدرة على التحمل لكن بيؤذى لكن بيضر إنما المرأة المفروض أن جسمها أضع في المرأة المفروض أن هي بتحمل الأولاد المفروض أن جسمها ما يكون في أي نوع من أنواع السموم لأن السموم هتنتقل للأولاد وهتأثر عليهم ولقدر الله في أحيان ممكن تصيب بعض الأولاد بالتشوهات فممكن تجد امرأة حامل وبتدخن طب أنت حرة هنا هل تعتبر أنه ده حرية شخصية ابنك لما يطلع عنده مشكلة لما يطلع فيه تشوه تتحملي هذا طب ابني وأنا حرة فيه طب إيه ذنبه هو عمل إيه إيه الجريمة اللي ارتكبها عشان تجريمي في حقه وتوصلي للمرحلة هذه لا المسألة هنا مش حرية أبدا المسألة لازم نكون فاهمين بصورة أكبر طبعا المجتمع يقدر أنه يضع حلول من ناحية القدوة في داخل البيت حتى أنت أيها الأب وإن كنت مبتلى بالتدخين وكثير مننا مبتلون بهذا الأمر لا ينبغي عليك إنك تظهر أمام أولادك وإنك تدخن أمامهم أسطر على نفسك لعل الله أن يتوب عليك لأن أولادك أنت تمثل لهم القدوة لما يشوفوك الآن بتدخن وتيجي بعد كده تقول لهم التدخين ضار بالصحة يا أولاد بيأثر عليكم بيخلي أجسامكم ضعيفة بيخليكم تنشأوا نشأة غير صحية هيصدقوك أنت مقتنع إن هما يصدقوك أنت بتقول كلام وفعل آخر المسألة هنا محتاجة قدوة فعلا أكبر مصيبة بتصاب أو بيصاب بها أولادنا أن يكون الأباء هم المدخنين أو المدرسين اللي في المدرسة اللي بيدرسوهم ويشوفوهم على فكرة وهم في وقت الأحيان في الفصحة أو كذا هما بيدخن لا أنت قدوة أيها المعلم أنت في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مبتلى إن كنت مبتلى نسأل الله أن يعافينا وإياك لا تظهر هذا الابتلاء أمام تلاميذك أمام أولادك التلاميذ هم أولادك زي أولادك تماما لا تظهر أمامهم هذا لأن القدوة بالنسبة لهم وأنت أيها الأب لا تظهر هذا أبدا أمام أولادك لأن القدوة بالنسبة لهم مهما تكلمنا طبعا الإعلام له دور كبير ودور مهم جدا في التوعية وخاصة الأفلام والمسلسلات مين فعش أن احنا نعرض على أولادنا الأبطال اللي بيطلعوا والناس اللي هم بنظهرهم بصورة أن هم ما شاء الله خارقين وحد الذكاء ولازم كل واحد فيهم بيدخن فبيرتبط التدخين بالذكاء بيرتبط التدخين بالبطولة لا لازم الأمر ده أيضا يكون بعيد وده اللي بيوضح السؤال الأخير عن دور الأسرة وأهمية دور الأسرة في الحد من ظهر التدخين متابعة أولادنا وقلنا المتابعة يعني نعرف من أصحابهم لأن أحيان كثيرة جدا السبب الثاني بعد حب الاستطلاع والاستكشاف هو الصاحب السيء الصاحب ساحب عايز أعرف أولادي بيصاحبه مع مين وبيخرجه مع مين وهل هم مدخنين ولا لا أكون قريب جدا منهم أنا قدوة بالنسبة لهم أبدأ أحدثهم عن الأثار ممكن أجيب لهم نماذج لناس كبار للاعبين كانوا لاعبين أظام وإزاي المخدرات أو إزاي التدخين أو الخمر هذه أثرت على حياتهم وحولتهم من أناس ناجحين إلى أناس غير ناجحين في الحياة كل دب يعطيني القوة والقدرة على أني أضرب مثل حقيقي بالنسبة لأولاد يكون مؤثر فيهم ويبعدهم عن هذه الظاهرة السيئة إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم عن التدخين والمخدرات أتمنى أن إحنا نكون ألقينا ولوضوء بسيط على أضرار التدخين وأضرار المخدرات نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ أسرنا من هذه الظواهر السلبية على وعد بلقاء جديد وضرب آخر جديد من ضروب الحياة أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا